بين الفينة والأخرى تتحول شوارع هذه المدينة إلى حلبة قتال دام بين فصائل المقاومة وكأن ما يحيط بها من حصار وقتلة وقناصة لا يكفي إنها تعز مجددا تقف أحياؤها شاهدة على مواجهات عنف بين كتائب أبو العباس ولواء الصعاليك التي تصر على الحضور كأسماء ولدت لتبقى خارج فكرة الجيش والدولة هلع يصيب أبناء المدينة جراء اشتباكات عطلت حركة الشوارع وتسببت بإغلاق محلاتها لتتعمق الأزمة كلما ارتخت قبضة الجيش الوطني وغاب وجه الشرعية وسلطتها عن المدينة نداءات مكثفة لسلطة المحلية والشرطة العسكرية وقيادة الجيش الوطني بقيادة المحور لاحتواء ما يحدث في شوارع المدينة والوقوف في وجه من يقطعون الشوارع والخارجين عن النظام والقانون والمتمردين على اجتماعات اللجنة الأمنية ورغم التهديئة المؤقتة التي أعقبت تداخل شرطة العسكرية والسلطة المحلية كحل مؤقت غير أن أكوام التراب والقواطع الإسمنتية لا تزال تشل حركة الشوارع ولا تزال الأصابع على الزناد تقول كتائب أبو العباس في بيان لها إنها تعرضت لهجوم من قبل أفراد لواء الصعاليك وأفراد الشرطة العسكرية غير أن للطرف الآخر موقفا آخر فكتائب أبو العباس المتهم بالإرهاب مؤخرا شنت هجوما عنيفا وقصفا مركزا بقذائف مختلفة على مبنى البحث الجنائي وحاولت اقتحام المبنى بحسب مصدر عسكري تصريح نسب لقياديا في الجيش الوطني بتعز حمل لهجة الوعيد من مغبة التمرد على مؤسسات الدولة والجيش بأنها ستقابل برد حاسم إلا أنه موقف يبدو متأخرا عن موعده خصوصا في ظل ما تشهده المدينة من انفلات أمني خلفه صراع النفذ والسيطرة مصادر إعلامية تناقلت تهديدا تلقاه قائد محور المحافظة اللواء الرقن خالد فاضل من قائد عمليات القوات الإمارية في عدن المكنى أبو أحمد مهددا بتدخل الطيران في حال استمر إزعاج أبو العباس وهو الأمر الذي يحمل تطورات أوسع من خلاف بين فصائل المقاومة إلى ما هو أبعد من ذلك بالمقابل تقول الجهات الأمنية بالمحافظة إن الإختلالات الأمنية التي تضرب المدينة بين الآوينة والأخرى مردها غياب الإمكانيات في المقام الأول معزية سبب انفلات الأوضاع إلى عدم تمكين القبضة الأمنية ودعمها لفرض سيطرتها وبين هذا وذاك لا تخلو يوميات تعز من أوجاع تدفع بالجميع للمطالبة بحضور أركان الدولة وإعطاء الأمن قبضة ضبطية وإنشاء محكمة عسكرية وتفعيل النيابات والمحاكم ترجمة نانسي قنقر